بنظرات تملأها حسرة وألم على ما فقدوا من أحبة يجلس أبو نعمة مع حفديه وهم يستذكرون لحظة غرق العبارة في نهر دجلة قبل عام من الآن والتي راح ضحيتها ما يقارب المائة والثلاثون شخص غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى ستون مفقود من بينهم نعمة الذي ترك خلفه ولدين احتضنهم أبيه الذي بلغ من الكبر عتية بعد أن تخلت عنهم الحكومة العراقية دون أي تعويض مادي أو معنوي والله يا أخي العزيزي من ناحية الدولة كل شيء ما حصل من هذه الدولة يعني لا من المسؤولين ولا من الاسم هذه أسهل ما يشين المعاملة من التقاعد ماله المرحوم كان طلع له تقاعد حتى التقاعد ماله قليل يعني بحدود الأربعمائة تلو دينار إثنين هم الذول الشهداء أشوال الدولة ما نطول امتيازات من شهداء ولا أعتبروا شهداء اتجهنا إلى عائلة أخرى ممن كانوا على متن العبارة لحظة غرقها لنلتقي بهذه الفتاة التي كانت مع شقيقتها لحظة الكارثة روت لنا عهد كيف تم إنقاذها من الموت لكنها لا تزال تعاني من أزمة نفسية من هول ما رأت قبل سنة طلعنا أنا أختي احنا نغير جولة العبارة جزيرة السياحية طلعنا أنا أختي مشيت بين العبارة شو قامت التماي اليميني أسأل قلبها تفوقانا أنا بعد ما عرف وين أختي وين أختي مطلعها محمد الشهيدة الله يرحمه وأنا ماري منه مطلعني يعني لحده نفسنا حيلا تعبانا ودائما نطلع لجسر شي قلبنا يقبضنا نخاف لحد الآن نستنا تعبانا السلطات الرسمية في نينوى أكدت إكمال كافة الإجراءات القضائية وهي تنتظر موعدا لمحاكمة المقصرين مشيرة أن ملف التعويضات جرى وفق نظام التراضي بين ذوي الضحايا ومالكوة جزيرة فيما يخص التحقيقات أكملت الهيئة القضائية والمحكمة المختصة إجراءاتها وتم إحالة جميع المقصرين إلى المحكمة الجنايات ونحن بانتظار تعيين الموعد لإجراء المرافعات طلب مجلس النواب بكتاب رسمي اعتبار ضحايا العبارة أن يكونوا شهداء اعتبارهم شهداء لم ينفذ هذا الأمر لحد الآن ولم يردن أي معلومة من قبل لمانا عام المجلس وزراء لتنفيذ هذا القرار هناك تعويضات رضائية كان بين المستثمر وبين أصحاب العوائل أصحاب الضحايا ودخلت بها الشيوخ عشائر ووجهاء عام انقضى على فاجعة العبارة ولا تزال عشرات الجثث مجهولة المصير وذوي الضحايا يتطلعون كل يوم إلى دجلة اللهم يجدون ما يدلهم على مكان من فقدوا من الموصى القاسم الزيدي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر